أولا نشوف القبيلة الحوثي هو يعتبرها وسيلة ولن يدعمها هو فقط يستغلها استغلال كي ينفذ أجندته هذه الأجندة لن يكون يوما داعما كما أسلفنا سابقا وفي أقوال أخرى وفي مقابلات عدة ولن يكون الحوثي داعما للقبل هو أهان القبيلة وكل القبائل فقط يستغلها ويستغل الشباب ولدعم مؤقت يزول بزوال المؤثر أو بزوال الاستفادة وبالمقابل أيضا لم يستغل الطرف الآخر القبيلة أو لم يحرك أو لم يشتغل سواء بالدعم أو بالتواصل أو حتى بالتنسيق والتكتيك أي كان أحيانا نحن في مناطق التي يسيطر عليها الحوثي قد لا تحتاج للقبيلة كان بآخر تعتمد على القبيلة فالآن أن تعتمد على القبيلة وهي في مناطق سيطرة الحوثي ربما أن تزجبهم إلى الهاوية معلوم كثير جدا أن هناك حصلت إشكاليات عدة من ضمنها انتفاضة ديسمبر لماذا لم تتحرك الشرعية وتدعم انتفاضة ديسمبر في وقتها لماذا ما حصل في رازح ما حصل في عديد من المناطق أي أنه موقف المتفرج أنا أقول هكذا ومن لم يتأهب صعود القبال يعج أبدا الدهري بين الحفر العملية تحتاج إلى تنسيق وإلى ترتيب ترجمة نانسي قنقر